أثار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دولا ترامب الجدل مجددا بسبب تصريحات الأخيرة التي دعا فيها أنصار حق حمل السلاح إلى الوقوف في وجهه في وجه منافسة الديمقراطية هيلاري كيلينتون لكن حمله المرشح الجمهوري ردت بأنه كان يدعو أنصار حق حمل السلاح إلى التعبئة ضد كيلينتون وليس ممارسة العنف ضدها وكانت حملة المرشحة الديمقراطية التي تتقدم على ترامب في استطاعة الرأي قالت إن الشخص الذي يسعى ليكون رئيسا للولايات المتحدة يجب أن لا يدعو للعنف بأي طريقة